موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الأيام الماضية وفي هذه الأيام وأكيد أغلب العراقيين سمعوا بالأحاديث والتعليقات والبيانات التي صدرت بخصوص الحفلات التي حصلت في بغداد إلى الفترة الماضية القريبة حفلات فنية عديد من الحفلات حصلت في بغداد وإذا بقوى العملية السياسية أغلبها أو تسمي نفسها بالأحزاب الإسلامية وهي أحزاب تدعي الإسلام وسأقول لماذا؟ سيأتي الكلام وواضح لا يحتاج للقول لكن 18 سنة أكثر من 18 سنة أكثر من 18 سنة حوالي 19 سنة يعني أهل العراق عرفوا هل هذه هي إسلامية وغير إسلامية عموماً لكن هي تسمي نفسها أحزاب إسلامية بغض النظر عن هذه الحفلات وغاياتها ومن جاء فيها وما عرض فيها وما قدم فيها بغض النظر عن هذا الموضوع هذا لا يعنينا لأن وضع البلد في إطار العام هو يعني خرب جداً ومتهرئ وواصل إلى درجة يعني الدراسات تسمي على حافة الهاوية ودراسات غربية تسمي في عمق الهاوية وأهل العراق يدرون أن يعرفون أن العراق لان في وضع خطر وصعب لم يمر به في تاريخه أموماً بغض النظر نقول مرة أخرى عن هذه الحفلات ماذا قدم فيها من جاء فيها ماذا قالوا فيها منهم قدموها هذا مو لا يهمنا لكن ليس حديثنا عنهم لكن حديثنا عن هذه الأحزاب اللي جنت جنونها وثارف ثائرتها وخرجوا ببيانات والتصريحات صدر الدين القبنشي مصفحة ونور المالكي مصفحة ومعرف منه مصفحة وبيانات من كل الصفحات وآخرها كان نور المالكي زعيم حزب الدعوة قال يعني العراق أصبح يحتضن بالنص قال العراق أصبح يحتضن الساقطين في الحفلات الماجنة وعلى الحركات الإسلامية التصدي للحرب الناعمة الموجهة ضد المجتمع العراقي هذا الذي قال الصاقطين في الحفلات الماجنة وعلى الحركات الإسلامية التصدي للحرب الناعمة الموجهة ضد المجتمع العراقي هي هذه الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية التي يسميها المالكي وهو منهم ما كان عليها تصدى لفساتهم ولخرابهم ودمارهم لكي لا يكونوا أجراء لدى الأجنبي عندما احتل العراق لكي لا يكونوا خدمة لطوال هذه المقرب 11 سنة في عملية السياسية وفي دستورة وفي سياساته ألم يكونوا على الحركات الإسلامية التي يسميها المالكي وهذه الأحزاب التي يدعيها الكوبنشي وغيره صدر الدين الكوبنشي وغيرهم أنت تصدى للطائفية والفكر الهمجي والخراب والتدمير وهو المجتمع العراقي يعني هذه الحرب الناعمة التي وجهت إليه فنانين وفنانات وكم حفلة هي غير حصقة المجتمع العراقي مظهوم 11 سنة تشتغلون على المجتمع العراقي بالفساد والخراب لم توجهوا يوما ضد الفساد تدافعون عن الفساد والخراب دافعتوا على الفكر الطائفي خربت البلد سرقتوه سرقات الفساد هذا السرقات كلها اللي سرقتوها وأن الفكر الإسلامي شنو علاقة الإسلام بالسرقة والخراب الإسلام دين دين من أعلى الأديان دين سماوي من أعلى الأديان ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الخير وإلى البر والتقوى واليد النظيفة قتلتوا سفقتوا الدماء وسرقتوا أموال الشعب وزدتم الفقر والبؤس والخراب والدمار والهجرة عشر ملايين عراقي خارج العراق وست ملايين عراقي هاجروا بالداخل وخربتوا المدن ودمرتوا وشأتوا الطائفية وفرقتوا المجتمع ومزقتوا وأسقطوا التعليم وأسقطوا الصحة وأسقطوا كل الخدمات وتتحدث أنت عن حرب ناعمة ضد المجتمع العراقي وحربكم شسموها حرب خشنة أم حرب ناعمة يعني هاي الحرب الخشنة اللي سويتوها يعني وليقتوها ماه المحتل الأمريكي هاي شو تسميها عندما تروح تصلي أنت على أو تقدم الزهور على قبور جنود الأمريكان اللي قتلوا في العراق واللي جاءوا محتلين لعراق وتسميهم محررين ماذا تسمي هذا يعني اليوم أنت مقاوم وأنت إسلامي هل هذا من الإسلام في شيء هل الحديث عن هذا الموضوع هو المهم في العراق من أوصل العراق إلى هذه الحالة لو كان المجتمع متماسك لو كانت ثقافة المجتمع عالية لو كانت الرؤية عالية جيب من من يجي خلي العراق مفتوح لكن من سيذهب له لأن المجتمع محصن والفكر محصن والناس محصنة والرؤية واضحة ومن يختار طريق الخطأ ليختاره لكن المجتمع كله سيكون على الطريق الصحيح لكن أنت وين وصلت الناس وصلت الناس للبؤس والبطالة والخراب والدمار والفقر والأذى والسوء وتحدث لي عن مجتمع عن حفلات ساقطة وصاقطين وحفلات ماجنة وحركات إسلامية وحزاب إسلامية أي حزاب إسلامية وحركات إسلامية هذه التي تدعونها هي الأحزاب الإسلامية والحركات الإسلامية تقبل بسفك الدماء تقبل بالظلم تقبل بالإعدامات اليومية تقبل بالتهجير تقبل بالاعتداء على أعراض العالم تقبل بالاعتداء وسرقة أموالهم تقبل بتهجير الناس هجرت المسيحيين والسنة والشيعة قتلتهم تقبل بقتل متظاهرين في الشوارع وانت واحد من عدو المالكي قتلت الناس تقبل بالتهديدات تقبل بالخراب تقبل بالميليشيات تقبل بسرقة الأموات أكثر من تريليون ونص أكثر من تريليون ونص دولار دخلت العراق من عام 2003 لحد الآن وين تهبت والعراق من سيئ إلى أسوأ ومن أسوأ البلدان وبغداد أسوأ مدينة في العالم وتحدث لي عن حفلات ماجنة والسقوط وخايفين عن المجتمع من يتحدث عليه أن يتحدث بقدر بقدر الإطار الذي جاء به وبقدر الرؤية التي يراها هو لا أن يتحدث برؤية أخرى لا تمت له بصلة أنتما لكم علاقة بالإسلام وهذا ليس اعتداء مني ولا من غيري ولا تكفير لكم لا لكن منهج الإسلام واضح والإسلام لا يقبل هذا ولا يقبل هذا لا يقبل يعني بالنهار أنت إسلامي وديي نوبيلي أنت غير شكل من يرعى صلاة القمار من يرعى استغفر الله كثير من الرذائل الآن موجودة فيه ترعاها كلها أحزاب وبشهاداتكم من يرعاها؟ هذه مو أحزاب إسلامية الحاكم العراق وإذا كانت أحزاب إسلامية مثل ما تدعون ساطع السنة لماذا العراق بهذا الحال؟ عموما هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة والخلاصة في هذا أن من يتحدث عليه أن يتحدث بالإطار الذي هو ينتمي إليه والمالكي وغير المالكي ينتمون إلى إطار سقط العراق ودمر العراق وخرب العراق وأذى الناس وسرقهم وأفسد كل شيء عليه أن يتحدث من هذا المستوى لا يتحدث عن شيء آخر ليس له علاقة به أترككم بخير وألتقيكم في حلقة النقطة إلى ذلك الحين أستطيعكم الله والسلامة